موسيقى أهلا بكم تفضل يوم أمس سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الإعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواة وقد ألقى جلالته خطابه السامي والذي كان شاملا ومحددا لأولويات العمل الوطني المقبل ومبشرا بمرحلة جديدة من التطوير والازدهار الذي تشهده المملكة على الدوام في ظل العهد الزاهر لجلالته أيده الله وفي هذه الحلقة مشاهدين الكرام سنناقش مع ضيوفنا مضامين الخطاب السامي فأبقوا معنا أكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال حفظ افتتاح دور الإعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس أن الخطاب الملكي السامي يمثل منهاج عمل يستنير به أعضاء المجلس الوطني خلال عملهم التشريعي في المرحلة المقبلة مشددين بما تضمنه الخطاب من توجيهات مهمة بما يتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية والعمرانية البحرينية الأصيلة نتابع استمرارا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في رعاية افتتاح أدوار الإنعقاد للفصول التشريعية السابقة جاءت كلمة جلالة عاهل البلاد المعظم خلال افتتاح دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس كمنهاج عمل يستنير به أعضاء المجلس الوطني خلال عملهم التشريعي للدور الجديد تضمنت عددا من التوجيهات السامية للعمل وفقها في مختلف المجالات التنموية في البلاد الكلمة السامية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في دور الإنعقاد اليوم تطرقت للعديد من الأمور والأبرزها قصر عيسى الكبير واللي يقع في منطقة المحرق وإحياء مثل هذه الأمور وهي دليل على اهتمام جلالته بالمدينة العريقة وكل مدن البحرين ولكن للمحرق الطابع الأصيل لا شك بأن هذا الخطاب سوف يكون خير داعم لفئة الشباب في مملكة البحرين هذه الفئة التي أمالها وطموحها لا حدودة له سوف ينعكس مباشر في عزيمتهم وفي الاستمرارية نحو التنمية الشاملة أما من حيث موقعنا في السلطة التشريعية فسوف بقرفتها الشورى والنواف سوف نترجم هذا الخطاب السامي من خلال الآليات الدستورية والتشريع وكذلك الرقابية النجاح المستمر الذي تحقق ولا يزال في مجلس الشورى والنواب جاء كنتيجة لما تحظى به السلطة التشريعية من رعاية واهتمام كبيرين ومتواصلين من لدن جلالة الملك المعظم ونتيجة للتعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحقيقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين بما أنني ممثل الدائرة الثالثة في محافظة المحرق فأنا أشعر وجميع أهالي المحرق يعيشون في عرص اليوم من خلال كلمة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي أطلقها كلمة تعتبر تاريخية في تاريخ مملكة البحرين بشكل عام ومحافظة المحرق بشكل خاص وهي إعادتها للمحرق إلى محافظة المحرق اهتمام كبير وإشادات واسعة حضيت بها مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي لامست العديد من المجالات التي تطمح المملكة لتطويرها وخصوصا منها ما يرتبط بالهوية الوطنية والعمرانية البحرينية الأصيلة التي لطالما كانت محط فخر واعتزاز رؤى طموحة وتوجيهات سديدة تضمنتها الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم تضع منهاجا نيرا وخارطة عمل متكاملة أمام المجلس الوطني بواكب ما تشهده مملكة البحرين من زخب كبير في التطور والنماء والازدهار في مختلف المجالات يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ويسر أن ينضم إلينا في الأستوديو سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى وسعادة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النواب أهلا ومرحبا بكم نبارك لكم بداية افتتاح الدول العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس ويعني بالتأكيد سيكون دورا مكملا لما أنجزته سابقا في الدور الأول وقد شهدنا يعني يوم أمس افتتاح الدول العقاد والتفضل سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعب افتتاح دول العقاد وكذلك ألقى جلالته الكلمة السامية والتي اعتدنا منها أن تكون كلمة وخطاب شامل ووافي ومحدد لأولويات العمل الوطني لعلي أبدأ معك أستاذ ممدوح كيف قرأتم أمس مضامين الكلمة السامية بداية أحبت أشكركم على هذا اللقاء وتحت لأن هذه الفرصة أهلا مرحب نحن على الأقل نكون متواجدين وإياكم في هذه الأيام المباركة نعتبرها كسلطة تشريعية بلا شك خطاب سيدي جلالة الملك ببدء افتتاح الدور للإعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس هو يكمل خطابات السابقة التي تحث دائما على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإنهم يعملون مع بعض لعمل التكامل وعمل الكثير من الأمور التي تهم المواطن البحريني وكذلك تهم الاقتصاد بالدرجة الأولى نعم دكتور محمد دائما من العنوين العريضة التي يحرص جالة الملك أن يقدمها من خلال خطابه السامي هو مسألة التعاون بين السلطتين سلطة تنفيذية والسلطة تشريعية ولدينا في ذلك أمثل عديدة ولدينا في ذلك أيضا حرص من الجانبين مستمر على تنفيذ يعني هذه التوجيهات المستمرة في التعاون يعني لو تحدثنا عن أهمية هذا الأمر يعني تعاون السلطتين المستمر لإنجاح مشاريع القوانين وإبراز إنجازات مملكة البحرين بداية أيضا أنا أقدم لكم جزيلا الشكر على هذه الفرصة وهذه الاستضافة لبيان هذه الأمور المهمة جدا في بداية انطلاق دور الإعقاد الثاني وكما ذكرت يعني موضوع التعاون بين السلطتين هو أمر أنا في اعتقادي هو أمر حتمي وضروري لأنه لا يمكن لسلطة واحدة أن تعمل بمفردها خصوصا أن هناك ما يدعو إليه جلالة الملك أن السلطات الثلاث يجب أن تتعاون إلى أقصحات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا ما يحقق الازدهار والرخاء في أي بلد وبحرين على درجة خاصة أن التعاون يجب أن يكون مثمرا وهذا أيضا ما أكده جلالة الملك في خطابه أن التعاون مثمر وبناء الآن بين هذه السلطات نعم أشاء جلالة الملك أيضا بهذا التعاون لو تحدثنا السيد مبدوح عن أبرز ملامح هذا التعاون وما حققه خلال العام الماضي مثلا أو حتى في السنوات السابقة نحن طبعا بلا شك اليوم نحن لما نتكلم عن الدور السابق وهو دور كان مهم بالنسبة إلينا وكذلك بالنسبة إلى السلطة التنفيذية وهو تمرير الميزانية وبرنامج عمل الحكومة وبلا شك كان إليه دور كبير في أن نحن نتواصل مع الجهات المعنية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وكذلك الميزانية اللي كان لها بعد دور وصده كبير لدى الناس وكان الاهتمام مصبوب بشكل مباشر على القطاع العام في بعض الأمور وخصوصا في بعض العلاوات لكن الدور اللي جاي إن شاء الله وهذا دورنا يعني الدور الثاني راح إن شاء الله يكون إليه دور مهم بالنسبة إلى القطاع الخاص وخصوصا الموظفين وبرامج دعم الأجور نعم نحن بدأنا يعني بمتابعة هذه البوادر يعني هناك عدد من التصريحات فيما يتعلق بهذا الأمر والذي يؤكد على استمرار تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية كما أشاد أيضا جلالة الملك المعظم بهذا الأمر خلال كلمته أيضا ذكر يعني جلالة الملك يعني من ضمن يعني الخطاب السامي أن مملكة البحرين ترفع رأية الإصلاح والتحديث عاليا برأيك كيف عملت مملكة البحرين على تحقيق الإصلاح الفعلي وتلبية الطموحات الوطنية أنا أعتقد ما ذكره جلالة الملك في خطابه أن الإصلاح يمشي أو يسير في بداية حديثه يوم أمس ذكر أن الإصلاح يسير بخطى ثابتة وأنه عملية مستمرة تحتاج إلى تحديث وتطوير على بشكل مستمر وأن أمر مهم أن راية التطوير والإصلاح في البحرين هي راية مرفوعة باستقلال وطني كامل دون إملاء من أحد وهذا في الواقع ما يميز المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين نحن لم يملي علينا أحد المشروع الإصلاحي إنما هو كان نابع من إيمان جلالة الملك بهذا الإصلاح وأيضا ما حققته الإرادة الشعبية بتصويت غير مسبوق في الموافقة على مثاق العمل الوطني الذي يمهد للمشروع العمل الإصلاحي باستنادا أستاذ ممدوحي لما تفضل به جلالة الملك المعظم يوم أمس ومن خلال مضامين الكلمة السامية كيف ممكن أن تستندون عليها اليوم في عملكم التشريعي القادم؟ هو في الحقيقة طبعا نحن في كل خطاب من خطابات جلالة الملك إن كان في هذا الدور له بالأمس أو في الأدوار السابقة نحب نأكد أنه هو خطاب جلالة الملك هو نبراز حقيقي لكل أعضاء السلطة التشريعية الممثلة في المجلسين مجلس النواب ومجلس الشورى وبالتأكيد هذا الخطاب يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى الأمل وكذلك حث سيدي جلالة الملك في موضوع التعاون وهذا التعاون مثل ما نعرف لا يحدث بدون تفاهمات وبدون نقاط على بعض الحروف التي يمكن أن تكون في بعض الجهات ناقصة نحن بالنهاية نعرف أنه لا يوجد عمل في أي سلطة تشريعية أو تنفيذية في العالم بالكامل نعرف بلا شك أنه هناك في بعض النواقص وهناك في بعض الأمور التكوم المطلوب هناك في مطالبات لمجلس النواب لبعض الأمور وخصوصا الأمور المعاشية نطالف فيها تتحقق بعضها والبعض الآخر نطالف فيها مزيد من المطالبات وإن شاء الله تتحقق في المستقبل القادم بالتأكيد دكتور محمد دائما أيضا ما يتم الإشارة إليه خلال كلمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه هي مسألة الاهتمام بالمواطن وكذلك بأن المواطن هو محور التنمية ونحن نعمل جميعا من أجل ازدهار مملكة البحرين وكذلك أيضا رفع المستوى المعيشي للمواطن وكذلك أيضا نتكلم عن استمرار الاهتمام من خلال عمل السلطة التشريعية في تطوير الجوانب معينة تخص المواطن البحريني بالتأكيد ذكر جلالة الملك في خطابه أمس ويعتز بهذا الأمر اعتزازا شديدا أن المجتمع البحريني متلاحم مع بعض لمواجهة أي قضايا محلية أو أجنبية وهذا أمر مهم عن المجتمع حتى أن يستطيع أن يتقدم لا بد أن يكون متلاحما فهذا أيضا من ضمن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك المحظم أن الإزدهار يتحقق بتلاحم الشعب والشعب مع الحكومة مع السلطة التشريعية يعملون مع بعض من أجل تحقيق ذلك نعم إذن نحن بهذا الخطاب الملك السامي نحن اليوم أمام نهج متجدد من العمل الدعوب والمتواصل لسلطة التشريعية ومعها أيضا سلطة التنفيذية وأنا شكر لكم حضوركم معانا في الاستوديو سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى وسعادة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النوب شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر